في غزة الجريحة وفي ظل التحديات القائمة بسبب الحرب المستمرة على القطاع منذ ستة شهور احتفلت رعية كنيسة العائلة المقدسة للذين في غزة بعيد أحد الشعنين وذلك إحياءً لذكرى دخول السيد المسيح إلى مدينة القدس وقد أقيم بهذه المناسبة قداس احتفالي ترأسه الكهن المساعد الأب يوسف أسعد كما أقيمت عقب القداس دورة احتفالية خارج الكنيسة رفع خلالها أبناء الرعية أقصان الزيتوني وسعف النخيل وسط أجواء مشحونة بالخوف والتوتر إثر الحرب الدائرة هناك ويواجه المسيحيون في القطاع والنازحون في الكنيسة تلك الأحوال الأمنية السائدة بالصبر والصلاة طالبين من الرب الإله أن تتوقف الحرب وأن يخفف عنهم ألم المعاناة بشفاعة أمن العذراء الدائمة البتولية